عودت منافسات البطول أسبرو بماتش جديد الراجع في مواجهات المغرب تطواني وأكيد أنا متأكد أن بزيب دي الناس المورال بذكي هبط اليوم سبب النتائج الأخير السلبيع ودشيك نشوفه من خلال المساجات دي الناس في انستغرام ولكن بالرغم من قائد هذا الشيء اللي طاري فأكون أكيد أن أوساني غاتل قانيك ندعمه في الفرق نرصده بشأن نمر بحولينا ويجيبوه ديكتر وقمون اللي غتكون مهمة ما غديش نقول باش أنا نطلعه المراكز الفوق وإنما غدي نقوله باش أنا ما نزيدوش نهبطول تحت والمورال يزيده بكتر خصوصاً أمور هذا الماتش هيدا جاي العصبة التي هي اللي علامها بوحده المهم ما تشرب راجع كونتر للمغرب تطواني في فيديو قبل الماتش كيف دي ما غدي ندعو على هذا الماتش دي مزيان وعلى الباري قيم جوجوه وغني يختموه بتشكيله فأنت ليك تفرج ما عليك غير تخليك معنا من الأول حتى الأخر أجي ديك اللايك في الجيب الراجع بدتك تخسر وبدتك تتعادل نسيتو نحن باللايكات يلا واحد تحدي جديد اللي حاسب اللي الراجع إن شاء الله غتربح كونتر تطواني دير لايك وكمونتر الماركوتينج أمعلم خلي معاك تشي أبوني لتحتي لكن تشي جديد أم بقالك غتزير ديك الصمتة وغتي يالله بينا نبدأ أودين لخضرار أول حاجة غدي نبدو بيو اللي هي بلاغ منع جمهور راجع لتنقل تطوان موضوع اللي شخصيين بغيتش ندوه ليحتش أي حاجة غتقال عليه غتتخسر الصورة بين الجمهورين وغتش يكون أكيد هو اللي مكرروا المسؤولين ولكن على وجهة تطوانيين اللي كانوا ضدك البالغ وكانوا كيدافع للجمهور دير راجع فرغت يقولوا غير لا يأخذ الحق في اللي كانت السباب وفي اللي يقمع الجماعة بالرغم أنه كان بزيف دي الأشخاص اللي كبغي وزرع الفتنة بين الجمهور راجع و تطواني على سبب سعيدة لتصفحاتي اللي كسب لك مكتوبة فيها المغرب اتليتك تاطوان كاتبين احسن قرار وهو تم منع العروبيين من الحضر فاشك تدخل ب بارامتر دي الاجتكاتي كانت سميت هذه مؤهدات فلعرف اخوية بلاد الفعارة اللي ليود ما ديش يقدره له الموهب ما تشراجون المغرب تطواني غدا اللي غدين انعطيوا واحد الخلاصة في اللي ودي اراد الفيديو هذا و احسن عنوان change سراع الموت هذا العب الفراقي بجوج مسخسخين الراجم ساليو تيطوان قاتلين ما كتعرفوا لتشي حاجة في تسخسيخ المغرب تيطوانهم بين الفروق اللي كتعانيات العام وفقط المركز ديالهم غاديبين اشنو طاري عندهم من اصل تسعة ديال الماتشات اجابوا فقط سدين نقاط خمسة ديال الخسارات وثلاثة ديال التعادلات رباح واحد واكيد غادي يكون ضد المحمديات والمحمديات العام لداخلها تحت شعاط المهم المغرب تيطواني وطريقة بيش بدو السيمين ديالهم قبل ماتش ديال راجة قاندوا على الصفحات ديالهم فرق داخلين بواحد جهد ما يمكنش باغني بالبلوع وبيغني الدكتور وابون صحة وكيشوفوا ان الديبار غادي يكون على درنا احنايا خصوصا انه ديالين حاملات كبيرة للحضور للملعب واكيد ارى من حقهم هادشي كامل اللي غادي كومش صالح ديالهم باش انه مربحوا ديال ماتش اللي غادي يعاونهم مكسروا اللي هو الضوح ديال راجة هاد لها والدخول دوامة النتائج السلبية اللي مخلي انه نيفو هبط بسهد غادي مشو الراجة واللي كيف مما قلنا داخل هاد لعام تحت شعار 00 من غيره مكين تشي حاجة وبقوة ما ذلك 00 التعاودات في ثلاثة لماتشات الاخرين الجمهور كرهول لك يطلب تعادلوا على الاقل يكون غير بواحد الواحد ولا جوج الجوج غير على الاقل تقال ديك هوليا رح نتوحشناها الراجة واللي غادي نغادل تيطوان من اجل العودة سكة الانتصارات واللي ما كتبانش ليه فيه خصوصا الاداء الاخير ضد مكناس وقدم جمهورنا فما بالو عند الخصم وقدم جمهوره وفتيرانه ولو انه فقط قبل شهر كان ماتش ضد تيطوان نيت ولكن في كالتاميوز اللي كنا نربحنا فيه ولكن كون اكيد ان هذا الماتش هذا في عالم اخر والماتش ديال دوري تمييوز رفع في عالم بوحده ولكن شوف رفعش كانت في كالرأسي يغدي لعب الضمورين يورا كيدرني خاطر ايسا الموية ماتش الراجة كونتر المغرب تيطوان يغدين ان شاء الله ما تمنيه في ملعب ثانية الرمل لانه يكون تيقاف الفريق باش انه يفرح لجوم هو الراجة ولو انك تيقاف بدي تكتب شي وخاص اللاعبين والمكتب والمدرب باعتقوا ما يمكن انقاذه خصوصا في الضرفية ولو انه الماتش كانت تفكروا بانه ملعوف وحتيران اللي فقط في الدورات الاولى كنا نلعبنا فيه وخصنا بثلاثة كونتر طاجة فزيما كنا تكونش حاجة غدا على الاقل غير شي واحد الزير ولا والوالو باش انا نمشون توقع تشكيلي ديال الماتش اكيد غدين انذكروا بالغيابات اللي بدايتا بالعمر اللي مازال يطول الغياب دياله كنت منولي الشيفاء اكيد كين الغياب ديال باعتدي فيه حينش في اللابي بالبارح في التداريب اما باقي اللاعبين فصراحة المواضح حينش وللأسف كينه مشكلة كبيرة في الراجة وهي انه لوجيك مو اي فرقة كتلو حسكواد ليس قبر باو سرين ساعة من الماتش الا الراجة كتلوها قبل ساعة من الماتش كتلاها قدقتش كيله وبما انا نديونا على الغيابات منسوج باش انا نذكروا بانه عودة بكورو غدين شاء الله من بعد مكمل العقوبة ديال الحمرة اللي كان اخدا كونتر للماس وكنتمنو انه يدير عقلوا هذا المرة باقي الغيابات اللي غد يكون بينهم مخسيارات المدرّة فرما علينا غير نتسنى وتلغضى عادة باش غدين عارفوا اشنو طاريتم ماكين غد يمشو التشكيله ولكن ما غداش نتوقع وانما غد ينتمنى كان فرق ما بين توقع وتمنى المهم انا اشنو بغي نشوف مكرات في الشبكة الزنيتي ديفونس بنعمر خفيفة جناب بولكسوس مكراتش نشوف فريد اللاعب اللي طلع من الامل حسن اليمن اني نشوف اللابيب الوسط وبودا مكرات نشوف حدال فردوسي وبوغرين ولو انه مستحيل حتى شرس ميدي الزريدة وما غداش تحييل الوجو مكرات نشوف النجاري ساخو والزرهوني ولو ان هذا الشي مستحيل انه يكون اما بحالة الكتيك تسول على توقع تشكيله فكن نسك انك ترجع للماتش ديل مكناس راكوب يقولي لغد خل الماتش ديل غده المهم هادية تشكيله كنتمنى شخصيا اشنو بل يكون فيها وشنو هما البوست اللي خاصة متبدلوا وباش خاصة متبدلوا اكيد الاراء تختلف وتناقش ومن الول ومن الاخر اراك نتمنى انه فقط غد يكون الرباح حينتش كون اكيد انه من غيره اراك نقول ليك ان ينخل في واحد دوامة في عالم خورة او تانا كتسنان يقول ما قولا دي الكوراج نصنى يا ربي للا ما غديش نقولها ما صارب يكوني من الموشكين العملي فات 35 ماتش قلتها في يوم كاملين مخسنة حتى شي ماتش تقدر تكون سالاتلين جمازة زماكينة ما غديش نقولها يقدروا نربحه كده وحاليا فارك عرفتي اشنو خاصة كثير يلا السير وقف ديك النتيجة اقول لي اش حال جاتفك اشتركوا في القناة